اما بالنسبة لجماعة الاخوان المسلمين فهذا خلاف فعلا خلاف في الفكر والسياسة لكن لو اتت بهم انتخابات اهلا وسهلا زي ما هو حديث الآن ونقعد احنا نقول عندما يصيبوا نقول لهم احسنتم وعندما يخطئوا نقف موقف صارم وجاد ونعارضهم بنفس الشيء هل ممكن واحد حامد يقول الاخوان المسلمين في اي سياق احسنتم لو عملوا شيء جيد في صالح الوقت يعني لان تتحرك اطلاقا اطلاقا بس يعملوا شيء ملموز وانا باكلمك وانا يعني ايه حزين جدا لاني ما اراه حتى الان لا يبشر بخير انما لسه بقول اصبر كل ما يجري على الساحة الان لا يبشر بخير وانا شديد التشاؤم ولكن بقول اصبر مهلا ربما لكن انا لو لقيت شيء جيد يا خبر هو احنا كلنا ايه كل المصريين هدفهم ايه هدفهم الرقي والطمأنينة وانصلاح الحال سواء في الناحية الاقتصادية او الناحية الاجتماعية او مشاكل الناس حتى الان لم يقترب منها احد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر